دونت الشيخ حص الحمود السالم لحمود الصباح مقالا لها في صحيفة الأنباء الكويتية أشادت فيه بالشخصية القيادية الحازمة لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب ودعت الشيخ حص الحمود في مقالها الذي حمل عنوان نموذج مثالي لشاب استثنائي دعت الشباب العربية عامة والخليجية خاصة للاقتداء بسمو الشيخ ناصر بن حمد للمساهمة في مسيرة نهضة الأوطان أشادت الشيخ حص الحمود السالم في مقال لها بجريدة الأنباء الكويتية والذي حمل عنوان نموذج مثالي لشاب استثنائي بشخصية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وجاء في المقال سأتحدث عن شاب استثنائي امتلك منذ صغره مقومات القيادة والإدارة والبصيرة النافذة وهو سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة الابن الرابع للملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه وأشارت الكاتبة الشيخ حصة لحمود السالم بأن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة تولى في نوفمبر من العام 2007 منصب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية والتي استطاعت بقيادة سموه مساندة الأرامل والأيتام والاهتمام بهم وسد احتياجات العديد من الأسر البحرينية إلى جانب مساعدة المنكبين والمتضررين في مختلف دول العالم مضيفة أنه في إبريل من العام 2008 صدر مرسوم ملكي بتعيين سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عضوا في مجلس التنمية الاقتصادية وهو المجلس الذي يرأسه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وهو القائم على تنفيذ الخطة الاقتصادية التي تهدف إلى التنمية المستدامة تحت مسمى رؤية عشرين ثلاثين وتابعت الكاتبة الشيخ حصة لحمود السالم بالقول ولأنه يعلم أن الشباب هم ركيزة الحاضر والمستقبل وأن أي أمة لن تنهض إلا بسواعد أبنائها فقد أطلق سموه مشروع مدينة الشباب عشرين ثلاثين حيث قامت منذ انطلاقها قبل اثنتين عشرة سنة بترسيخ مفهوم المواطنة والولاء كما أتاحت للشباب الفرصة للاستفادة من ذوي الخبرات والتخصصات في مجالات عدة وتتضمن مدينة الشباب مؤسسات تدريبية مهمة مثل استديوهات الشباب ومصنع الابتكار ومختبر الذكاء الاصطناعي وتمكين القيادات وميدان الفن وما وراء التصميم ووكالات الإعلانات وقالت الكاتبة وباعتباره شخصية قيادية حازمة وجديرا بثقة جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة فقد تولى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وبمرسوم ملكي في يونيو 2011 قيادة الحرس الملكي ثم مستشارا للأمن الوطني في أكتوبر 2019 وأمينا عاما لمجلس الدفاع الأعلى في يوليو 2020 بالإضافة إلى رئاسته للاتحاد الملكي للفروسية وتمنت الشيخة حصة لحمود السالم في ختام مقالها في جريدة الأنباء بأن يقتدي الشباب العربي عامة والخليجي خاصة كل في مجاله بسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لأن أوطاننا تستحق من الأفضل وأن نبذل ما في وسعنا لتحقيق التكامل واللحاق بركب الحضارة والتنمية وأن نؤمن بقدراتنا وأن نمتلك العزيمة والإصرار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر